موسيقى موسيقى التي حملت هذه الجائزة بسم الله الرحمن الرحيم شكرا أولا على زيارتكم لأبو ظبي ونرحب بأنفاس بريس معنا والحمد لله دائما نفتخر بالصحافة المغربية ونفتخر بتواجدكم هنا في منطقة الخليج للإجابة على سؤالكم أنه لازم نعطي نبدأ بسيطة عن طريق إنشاء الجائزة الجائزة تحمل اسم سيدي صاحب السموش خليفة بن زايد أنهيان رئيس الدولة حفظ الله وتم تأسيسها بمرسوم اتحادي سنة 2007 منذ هذا التأسيس والقيادة رشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة لا تدخر جهدا لتطوير هذا القطاع سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي والدولي وخلال الحمد لله 14 سنة أصبح لزراعة النخيل وإنتاج تمور بدولة الإمارات العربية المتحدة أصبح لها سيطة عالمي وللإفادة وكمثل مثلا أحد مصانع الموجودة بمدينة العين مصنع الفوعة يعتبر أول مصنع في العالم ويتم بيع وتوزيع منتجات تمور من هذا المصنع على 120 دولة سواء في أفريقيا أو في أوروبا أو في آسيا بالنسبة لجائزة خليفة طبعا تهتم بالقطاع زراعة النخيل وإنتاج تمور والابتكار الزراعي الباب مفتوح لكل العلماء الباحثين المهتمين بهذا القطاع من كل أنحاء العالم كمية القيمة المضافة نتجاه نتجاه 14 دورة 14 دورة وتقريبا 10 فائزين كمعدل كل دورة أنت تتكلم على 140 فائز معناها 140 مشروع تميزوا بمستواهم العلمي تميزوا بنتائجهم المطبقة فعليا أعطيك مثلا من بين الفائزين بالجائزة هناك تجربة كيف يتم تخزين التمور لمدة 6 أشهر أو أكثر سواء كانت تمور بسر ما نسميه بالمغرب البلح أو تمور رطب أو التمر التمر الجاف وبالتالي هذا البحث لوحده غير نمط نمط التجاري حين كان قبل هذا الشيء تمور تنتج في وقت محدود وبسرعة و كثيرا عملية أو فترة الإنتاج لا تتماشى مع شهر رمضان المبارك حيث أن الجالية المسلمة في كل أنحاء العالم تستهك لك التمور في هذه الفسوة وبالتالي كان هناك إنتاج وفير لكن حين تحب تستغله أو تسوقه ضع عليك الموضوع الآن بحث واحد غير هذا المنظومة ثانيا هناك أمثلة كثيرة من ناحية هناك بحث كثيرة تتحتم بالتقنات الحيوية والهندسة الوراثية الآن مثلا لمحاربة مرد البيود التعاون بين المعهد الوطني البحث الزراعي في المغرب ونظيره الفرنسي قدوا أكثر من خمسين سنة نصف قرن لاستخلاص أصناف مقاومة للمرض البيود ومنها صنف النجدة لكن الآن بالتقنات الحيوية والهندسة الوراثية هذا العمل يمكن أن ينجز لمثلا مقاومة الدرجات الملوحة العالية أو مرض البيود أو أمراض أخرى متشابهة لهذا المرض يمكن خلال ثلاث أربع سنوات يكون عندك شيء معدل جينيا ويمكن تبدأ في عملية الإكثار عن طريق زراعة الأنسجة هذا ثاني كما تكلمنا على المصنع في دولة الإمارات العربية المتحدة يوجد مصنع مختبر زراعي حصل للشرف أنني أدرته خلال 13 سنة أنتجنا 150 ألف شتلة سنويا خلال عشر سنوات مليون ونص تم توزيعه وبيع جزء منه لخارج البلد وبالتالي في موضوع التعليب والتغليف والتصدير ما شاء الله تم هناك قفزة كبيرة فيما يتعلق بهذا القطاع يعني النخيل أو التمر موجود في العديد من الدول لكن الإمارات لوحدها تقريبا يعني الرادار ديالها مركز بالدرجة اللولاء مقارنة مع الدول الأخرى على هذا النوع من التشجر لماذا الإمارات تستأثير بهذا الاهتمام وتعطي قيمة لهذه الشجرة الجواب على هذا السؤال يرجى إلى عام بداية تمانينات بعد قيام اتحاد دولة الإمارات وهنا يأتي اسم سمو الشيخ سايد بن سلطلة نهيان رحمه الله الذي أعطى للنخل قيمتها الحقيقية سواء داخل لولة الإمارات أو خارجها وبالتالي الحمد لله بفضل قيادة رشيدة بهذا البلد الكريم حاليا الجائزة خليفة الدولية النخيل للطمر وبتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد أن نهي النائب رئيس وزراء وزير شؤون الرئاس حفظه الله يتم حاليا مساعدة الدول الشقيقة والصديقة من ناحية الفنية فيما يتعلق بإقامة المهرجانات فيما يتعلق بإنشاء مصانع لتصنيع التمور وإنشاء مباردات كبيرة لتخزين التمور انتظارا لأوج استهلاك التمور في شهر رمضان بالنسبة الجالية المسلمة في العالم وبالتالي جائزة نشيطة جدا في جمهورية ميسر العربية في المملكة الأردنية الهاشمية في جمهورية السودان في موريطانيا قريبا إن شاء الله في دول أخرى الجائزة تشارك بقوة وفازت عدة مرات بالمرتبة الأولى في مهرجان أرفود الذي يقام سنويا في شهر أكتوبر من كل سنة وبالتالي هذا النشاط يخلي دولة الإمارات أن تشارك الدول الشقيقة والصديقة بإنجازات الجائزة ونتائجها العلمية القابلة للتطبيق ناهيك عن أننا مثلا خلال هذا المؤتمر أطلقنا الشبكة تم تأسيس أفوان الشبكة الدولية لتطبيق قطاع النقل وإنتاج تمور والتي ينتمي لها سبع مؤسسات لو سمحت أولا منظمة الغضية والزراعة تابعة الأمم المتحدة الفاو عندك يسيدي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية عندك المركز الدولي للزراعة المهلم المحية عندك المركز الدولي للدراسات في المناطق الجافة الإيكاردا وطبعا جائزة خليفة الدولية لنخيل الطمر وحيث تم التوقيع على التفاقية أو القانون التأسيسي لهذه الشبكة التي تسعى إلى تنصيق العمل في إجابة على سؤال ساعتك تنصيق العمل في الدول المنتجة والمصنية على الطمر تحت راية جائزة خليفة الدولية لنخيل السياق بقدر ما يتم التركيز على دور الطمر في تأمين الأمل الغدائي إلى آخره نلاحظ منظمة الغدية والزراع بحيث كل قوح التصاع والجياع في العالم بقدر ما هناك اهتمام بين قوسين وصحوة عمومية عن السلطات في هذا البلد أو داك من جهة النجيز وتطوير البحث ودراسات في المجال الزراعي إلى آخره ولكن في نفس الوقت لكورب للجياع ما فات التتنامى في العالم سيدي معك الحق لأن من بين أولويات جائزة خليفة وتجيب الآن أن أشيد بدور مجلس إدارة الجائزة المجلس يتكون من معالي الشيخ نهيان مبارك وزير التسام التعيش رئيس مجلس الأمناء الجائزة يأتي مباشرة خلال منظمة الفاو المدير العام لمنظمة الفاو يحضر سنويا لاجتماع مجلس الإدارة الجائزة عندنا وزراء الزراعة أو وزير تغيير المناخ والبيئة حاليا عندنا مدير عام منظمة العربية التنمية الزراعية منظمة الإيكار المنظمات النشيطة في هذا المجال كلها تشكل مجلس إدارة الجائزة أو مجلس أمناء الجائزة وبالتالي الفاو الحمد لله ولهذا تم تأسيس حاليا خلال حفل الافتتاح تم التوقيع على إنشاء شبكة دولية عشان تكون هي اليد طويلة في هذا المجال باسم الفاو باسم المنظمات الأخرى وهذا سيجعلنا نتجنب تكرار البحوث من طرف منظمات دولية بدون تنسيق بينها ترشيد استعمال الأموال المخصصة لهذا الغرض التنسيق في عملية أولوية أو احتياجات الدول المنتجة والمصنعة للتمور أحد الخبراء العالميين في مجال نخيل التمور المغربي إلى حدود القرن 18 وأوائل القرن 19 كان من الدول المصدرة للتمور فإذا به وهذه المفارقة صادمة أنه أصبح من دول التي تستورد التمور لا يلب الحاجات فهذا الباب كيف تفسر أن المغربي انتقل من هذا الوضع إلى هذا الوضع الأسوأ كلام أو هذا ما سعت تفضلت به صحيح لكن في نفس الوقت ما نقول غير صحيح لكن في ماشي في اتجاه مخالف حاليا كيف صحيح في القرن السابع عشر والثامن والثاسع وحتى كانت المملكة المغربية تصدر تمور على رأس سياسين في المجهول لكن هناك قبل 140 سنة تقريبا جاء مرض اسمه مرض البيود الذي قضى على ثلثي الواحات المغربية والصنف ما أسميه هنا بدوغة التمور هذا الصنف المجهول مع الأسف هو حساس لهذا المرض ولهذا الحكومة المغربية عن طريق وزارة الفلاحة والمعهد الوطني للبحث الزراعي قد أكثر من 50 ستين سنة للبحث عن أصناف مقاومة لهذا البيود لكن الحمد لله الآن وبفضل تعليمات جلالة الملك حفظه الله فإن المغرب الآن أو القطاع الزراعي فيما يتعلق بزراعة النخيل وإنتاج تمور سيدخل قريبا إن شاء الله إلى مرحلة الإنتاج والاكتفاء الداتي كما تعلمون في برنامج المغرب الأخضر تم إنتاج تم زرع ثلاثة ملايين نخلة وكذلك الآن جلالته حفظه الله أعطى أعطى أوامر مطاع أن يتم زراعة خمس ملايين أخرى وبالتالي خلينا نقول نبشر المغاربة أن خلال ثلاثة أربع سنوات سزيادة على الاكتفاء الذاتي من تمور المغربية لمنتج محليا سيكون جزء مهم من هذا الإنتاج لتصديق الدولي ويعيد مجد المملكة المغربية في هذه القيادة في هذا المجال دكتور عبدالوهاب بنزيد كان شكرك باسمي التحرير أنفس بريس على الوقت الذي خصصته لتوضيح المطايات الخاصة بمؤتمر السابع لنخيل التمر شكرا جزيلا وإلى فرصة أخرى إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا